من الغوطة الشرقية إلى منطقة كفر حمر شمال حلب انتقل المجلس المحلي لمدينة حرستا بكوادره وأعضائه ليواصلوا ذات عملهم في تخديم أهالي المناطق التي انتقلت معهم ولكن هذه المرة باسم لجنة شؤون مهجر الغوطة التي شكلت كمجلس محلي عام يختص بخدمة أبناء الغوطة خارجها طبعا اللجنة شكلت كفريق أو كادر من المجلس المحلي بمدينة حرستا ومحافظة ريف دمشق طبعا أطعت شوطة كبير بالنسبة لموضوع الإحصاء والتوسيق وموضوع تسليم البيوت في أن أقول هي كانت نمتصت الصدمة الأولى للمهجرين حاليا الوضع جيد جدا أعمال الإحصاء وتأمين السكن وتوزيع الغذاء والماء وسماع شكاوى مهجر الغوطة والتنسيق مع المنظمات الإغاثية هي أهم أعمال هذه اللجنة والتي حققت خلال هذه الأعمال راحة نفسية لمهجر الغوطة الذين باتوا يقدمون شكاواهم ويطلبون احتياجاتهم ممن حصروا وهجروا معهم فأهل الغوطة أدرى بشعابها هكذا يقول من أثنى على الفكرة من مهجر الغوطة طبعا كان هذا عمل كثير جيد جدا لأنه أنا ابن الغوطة واللي إيجا معي هو بيعرف شو وضعي بيعرف شو حالتي بيعرفني أنا طلعت من الغوطة ما معي شي وما عندي شي فهو حاسن يطلب لي ويشوف لي لأنه هو حاسن يوصل للمنظمات ويوصل لهيئات إنما أنا شخص مدني عادي ما بعرف حدا فهن اللجنة اللي قاموا عليها وليشكلوا كانت لجنة كثير ممتازة والناس نحن اللي فيها بنعرفهن ونعرف مين هنين نقدمونا كل شي هنا يحسنوا يجيبونا ما أصروا معنا بأي شي جهزونا البيوت بالتعاون مع المجلس المحلي هون بكفر حمراء وبكافة الريف الشمال إلى حلب يعني فالله يزيون الخير وبيعارك فيهن الولاية المكانية هي أساس عمل المجالس المحلية والتي تختص بمن يقتن في دائرة اختصاصها نازحا كان أم مقيما بيد أن حالة التهجير وانتقال مجتمعات كاملة إلى مناطق أخرى رسخ لفكرة استثنائية وهي استمرار القائمين سابقا بأعمالهم في أماكن التهجير كفكرة شملت الطلاب ومعلميهم فاستمرت المدارس والأهل وممثليهم فاستمرت المجالس كشاهد على مرونة مؤسسات الثورة وقدرتها على مواكبة كل الظروف هذا الحي في منطقة كفر حمر شمال حلب بات يعرف بحي الغطط نسبة للأسر التي تسكنه والتي تدار شؤونها في هذه المنطقة من قبل لجنة المهجرين التي شكلت مؤخرا من أبناء الغطط أنفسهم إبراهيم الخطيب أوريانت نيوز ريف حلب